انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم مقدمة حالما يخفو الشخص يدخل في مرحلة النوم العميق اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة اذ يبدأ النوم العميق في المرحلة الثالثة يمر الشخص النائم بمرحلتي النعاس والنوم الخفيف قبل الدخول في مراحل النوم العميق يشعر كل المصابين بانقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم بالقطاع التنفس وبان ايقاظهم كان بهدف التنفس من جديد اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة قد لا يدرك معظم المصابين بانقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم ان نومهم كان متخطعا ويغلب ان يلاحظ شخص اخر ينام في الغرفة نفسها التي ينام فيها المصاب بالشخير المفاجئ فيشكو من ذلك يعاني كل المصابين بانقطاع التنفس اثناء النوم من توقف تام في جريان الهواء الداخل الى الرئتين اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة يعاني الكثير من المصابين بانقطاع التنفس اثناء النوم من توقف جزئي في جريان الهواء الداخلي الى الرئتين وقد يسبب ذلك الاستيقاظ المؤقت والمفاجئ لان الدماغ يشعر بانخفاض مستوى الاكسجين فيبذل القلب جهدا كبيرا لضخ كمية اكبر من الدم كي يحصل الجسم على الكمية التي يحتاجها من الاكسجين اي من هذه الحالات المرضية يمكن ان يسببها انقطاع التنفس اثناء النوم اختر احدى الاجابات التالية اولا ارتفاع ضغط الدم ثانيا النوبة القلبية ثالثا السكتة الدماغية رابعا كل ما سبق انقطاع التنفس اثناء النوم هو حالة مرضية خطيرة قد تؤدي الى الموت اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة قد يؤدي انقطاع التنفس اثناء النوم الى الموت بشكل غير مباشر فعلى المدى القصير قد يكون انقطاع التنفس اثناء النوم مميتا عند تعرض الصائقين المتعبين لحوادث السير اما على المدى الطويل فقد يضعف انقطاع التنفس اثناء النوم القلب مسببا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية ان الاشخاص المنحدرين من والدين مصابين منقطاع التنفس اثناء النوم معرضون اكثر من غيرهم للاصابة منقطاع التنفس اثناء النوم اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة قد يصاب الاطفال منقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم اختر جواب صح او خطأ اجابة صحيحة قد يصاب الاطفال منقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم فاذا كان الطفل يشخر فعلى ذويه ان يخبر طبيبه بذلك اي من الاعراض التالية يعتبر افضل مؤشر للاصابة بالمرض اختر احدى الاجابات التالية اولا توقف التنفس اثناء النوم ثانيا الشعور بالتعب ثالثا ارتفاع ضغط الدم رابعا الشخير اجابة صحيحة ان توقف التنفس اثناء النوم هو افضل مؤشر للاصابة منقطاع التنفس اثناء النوم يتبع ذلك عادة صوت شخير عال وكأن الشخص يلهث واذا كان شريك المصاب منقطاع التنفس اثناء النوم في غرفة النوم يعاني من شخيره فعليه ان ينصحه باستشارة الطبيب اي من هذه الطرق هو الاكثر انتشارا لعلاج قطاع التنفس اثناء النوم اختر احدى الاجابات التالية اولا آلة الجريان الهوائي بالضغط الايجابي المستمر ثانيا الادات الفموية ثالثا الجراحة اجابة صحيحة استخدام آلة الجريان الهوائي بالضغط الايجابي المستمر هو الطريقة المفضلة اليوم لعلاج قطاع التنفس اثناء النوم شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين شكرا لاستخدامكم برنامج اشتركوا في القناة شكرا لاستخدامكم برنامج اشتركوا في القناة